السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الفيديو اي不iad είναι حضرتك senate falando بان اشتراك فيه على اي فو 2018 الفيديو نحن في دائم قليلة انشاء الله انشاء الله ستكون متحدث عن كل مشاكل المنتج من اول ضراعة البزور حتى تسريع عملية النمو اهم معاملات الفيديو мир اعملات التطهيم كل هذا سنتحدث السماع بعد الفيديو ده تكون متحدث و RE睬 ك part Sam قبل بان rainy day ش interpret Suz تشترك. ولو مشترك عندي النارية تضغط لايك وحتى لو ده اغطش لايك مش مشكلة احنا مسامحين لك. هنخليها المرجين ان شاء الله. اول معنا النهاردة وهي طريقة الزراعة. طريقة الزراعة البزور لها طريقة صحيحة. لازم تتعامل صحيح. هي الاساس اللي احنا هنعتمد عليه او هتعتمد عليه الشجرة في مراحل النمو. لو انت عملته غلط تأكد انك انت كده عملت الاساس غلط وكده الشجرة بعد فترة زمنية معينة هتموت منك. هنقول لي وهنشرح برضه بالتفصيل والمثال العملي. اولا لازم لو منيجي نزرع البزور. البزور زي ما حدتكم شايفين كده بالضبط فيها تجيوف من الداخل. وتضلع فيها برعم صغير. هتلجأ اغلبية البزور اللي انت هتطلعها فيها برعم من الداخل. زي ما حدتكم شايفين. ده التجيوف الداخلي اللي انا بيشار عليه بصباع ده اللي هو يتحط في الطربة من الداخل. لو زرعناها باي شكل تاني من الاشكال هي ممكن تطلع مفيش مشكلة فيها وهتكبر وهيفتل النمو. وممكن توصل لسنتين وتلات سنين واربع سنين بس هتي في الاخر هتتوقف عن النمو وهتموت. هقول لك انا برضو ليه? وهقول لك المشاكل ده كلها ليه? يبقى خلاص احنا عرفنا كده اول حيات ركت الزراعة. التجيوف في كل الداخل. طبعا لو حطيتها كده غلط. تمام زي ما حدتكم شايفين لو حطيتها كده برضو لو حطيتها كده برضو رح حطيتها لجنبها برضو غلط. اي شكل كله لاشكال غلط. هي هتطلع وهتنبت معاك ما فيش مشكلة فيها خالص. بس اقول لك هي هتعمل مشكلة كبيرة جدا. اقول لها لك دلوقتي بها كده الطريقة الصحيحة اللي احنا عملناها دلوقتي. زي ما حدتكم شايفين البرعم هيكون شكله نازل في التربة من اسفل ونغطيها كده في التربة. زي ما حدتكم شايفين بس وندريها بس حية بس بس وخلاص كده نغطي عليها والموضوع انتهى. دي اول طريقة في الزراعة دي الطريقة الصحيحة اللي انت لازم تتبعها. بعد ما خلصنا عملية الزراعة هنجيب كيس بلاستيك ونغطيها علشان نغفر لها الرطوبة ونغفر لها الحرارة كويس عشان خاطر التنمو بسرعة. بس هنا الكيس طبعا مش هنخليه معفول خالص. الكيس هنعمل فيه فتحة بسيطة علشان ندخل هوا ودخل اكسوجين للبزور عشان تنبت بسرعة. زي ما احنا شايفين دي المشكلة الخطيرة اللي هي بتنتج عن الزراعة الغلط. زي ما حدثتكم شايفين دي اسمه مرض السكسفونيا او بنقول عليه رقبة الوزة. زي ما حدثتكم شايفين طبعا الالتواء ده طبعا مع فترة زمنية معينة طبعا هتلتف. وها طبعا هتمنع وصول المياه ووصول الغزاء لاعلى الشجرة. وهتتوقف عن النمو وهتموت في النهاية. طبعا ده اخطر مرض حتى لو حدثتك مش هتزرع البزور حدثك حتى لو راح تشتري شتلة. لازم تشتري شتلة ما يكونش فيها الالتواء ده طبعا فوق سطح التربة طبعا ده مرض خطير. وعالفكرة ما لهوش اي علاج. علشان كده يا صديقي انا بحب اهتمي معك بالتفاصيل علشان خاطر انت ما تخضأش حتى في الزراعة حتى لما تروح تشتري شتلة. انا بحب تضجج عليه كويس عشان خاطر تبقى انت محترف وتبقى انت عارف الصح وعارف الغلط. دي يا صديقي شكل الشتلة الصحيحة المزروعة بطريقة صحيحة حتى انت لو هتشتريها من المشتل لازم تكون واقفة في خط مستقيم زي ما حدثت كده شايف بالزبط. انا مش عايزك تلمي فلوسك الارض. مش عايزك تضيع مجهودك وتضيع تعبك على الفاضي. عارفنا الشتلة الصحيحة من الشتلة الخطأ. وعارفنا طريقة الزراعة الصحيحة ازاي. الموضوع المهم اللي الناس كلها كلمتنا عنه في التعليقات وهو طبعا بعد زراعة الشتلات بعد شهر او اثنين او ثلاث شهور الشتلة بتبتدي تموت. طبعا دي السور الرئيسي فيها الرأي الزيادة. الرأي الزيادة طبعا بيخلي الشعارات الجزرية تتوقف عن النمو او عن البحث عن المياه. هو بالتالي يتوقف نمو الجزور وبالتالي الشجر في الاخر بتموت بعدها اربع شهور. احنا لازم ان احنا نقف الرأي على الاخر في المراحل الاولانية حتى جفاف التربة. حتى روكات التربة. الشكل الظاهر بتاعها من اعلى ان هي جافة برضو ممكن تكون من تحت فيها نسبة رطوبة. فعلشان كده ان احنا مش هنرويها غير لما نتأكد ان التربة جفت تماما. هنتكلم هنا في عملية تسريع نمو اشجر المنجو. طبعا لو عندك شجرة طلع فرع واحد بس. طبعا احنا هنقص القمة النامية زي ما حدتكم كده شايفين بالزبط. انا بشرح لك هنا نظري. وهو ديك الشكل العملية. طبعا لو فرع واحد بس هنقص القمة النامية زي ما حدكم شايفين. هيطلع تلت او اربع او ممكن يوصل لخمس كمان افرع وتبتدي تفرع. وكل الفرع فيه هنقص من القمة النامية برضو بعد فترة زمنية معينة طبعا لما يكبر وكون نوصل لعود السمكه كويس. برضو هيطلع تلت اربع افرع وتبتدي الشيعة تتفرع منين. اما لو سبناها على كده ما غير ما نقص القمة النامية. هيطلع فرع واحد يفدر يطول لفوق. ومش هنستفيد منه اي حية خالص. وزي ما حدكم شايفين الشيعة طبعا عمرها لا يتعدى ثلاث سنوات. طبعا عشان احنا بالنصاب سوف نستمر زي ما انتم شايفين متفرع وشكلها طبعا واخد شكل الهرمي. زي ما انتم شايفين طبعا احنا قصينا الفرع طلع تلت اربع فروع جانبين. وبدأت تفرع. فطبعا دي الطريقة الصحية لتسريع عملية النمو. تاني معاملة معنا على طول لتسريع عملية النمو وهي اضافة الاسمدة. هنضيف طبعا سماد مخلفات الطيور او مخلفات الحيوان في الجزور. بس هنحطها طبعا بعيد عن الساق زي ما حدتكم شايفين كده بالزبط هنحطها على الجوانب وهنتلاشى طبعا نحن نحطها في خلال فاصل الصيف. لو حطناها فاصل الصيف معرض ان هي تموت والسماد ده طبعا بيكون قوي جدا وخصوصا مخلفات الحمام. فنحطها بعيد شوية عن الساق ونخليها توصل للشعارات الجزرية. لان الشعارات الجزرية هي اللي بتمتص الغزاء من التربة. طبعا لو مزرحة في التربة او في الارض المستديمة هستخدم سماد نبكي لان هو خفيف طبعا مفعش ان انا احط مخلفات طيور او مخلفات الحيوان في الاسسيس او في صفيحة زي ما حدتكم كده شايفين. هكتفى بمعلقة واحدة بس نبكي ودوبة واروي بها الشجرة خفيف خفيف. طبعا يكون كل الكلام ده كله تسميد هيكون اخر النهار بعيد عن اشعة الشمس. اهم الامرات التي تصيب اشجار المنج وهي البياض الدقيقة زي ما حدتكم كده شايفين بالزبط. ده اللي بيؤدي الى تساقط الازهار. طبعا هنا الاصابة عندنا في الشماليخ الزهرية اللي هي طبعا بتخرج الصمار. زي ما انتم ها شايفين طبعا لونه ابيض ويتحول بعدين للون البني. طبعا هو كده في مرحلة انتشار طبعا حدت لو الصمار عندك بتتساقط طبعا لازم تفحص الشجرة فحص كويس عشان تتأكد انه مفيش. طبعا زي ما انتم ها شايفين شكله ظهر جدا وهتلاقي برضو شكله على الاوراق برضو عامل طبقة لونها ابيض وبعدين مع الوقت بتحول للون البني. طبعا لازم يكون علاجه بالمبيد فطري متخصص في البياض الدقيقة. طبعا ده من اي صيدلية زراعية هنجيب مبيد فطري طبعا خاص بالبياض الدقيقة. ولازم ان احنا نرشه قبل معاد الازهار. لازم قبل معاد الازهار في اشجار المانجو. لو رشينا بعد الازهار هيبقى النتيجة طبعا غير مؤسرة. النتيجة غير مرضية. ولازم الرش يتكرر بشكل مستمر من سبع الى اربعتاشر يوم. اخر معاملة معنا وهي مرحلة التطعيم. هنتكلم بالتفصيل وهنشرحها بالتفصيل عشان خاطر ناس كتير برضو سألتنا عليها. وما عرفتش اوضح الكلام ده كله في التعليقات فانا هشرحها عاملية. مبدايا لازم نختار قلم التطعيم يكون نفس سمك الشجر اللي احنا هنطاعم عليها. ما نفعش ان احنا نجيب قلم تطعيم يكون سمكه اكبر من الشجر اللي احنا نطاعم عليه. زي ما احدكم شايفين كده بالزبط احنا خدنا قلم تطعيم نفس السمك. وهناخدوه من شجر مسمرة. ليه شجر مسمرة عشان خاطر نضمن? ان هو هيصمر مبكر ع طول ان شاء الله. لو خدنا مش شجرة غير مسمرة بقى احنا كده ما عملناش اي حاجة. طبعا الغرض من التطعيم هو طبعا تغيير الصنف. طبعا هزرع سكري زي ما احنا اتفقنا في الفيديو بتاع زراعة المنجي وبالتفصيل. هزرع منجي سكري وهضر ان انا طبعا اطاعم عليها اي صنف انا بحبه او هو موجود عندي في المنطقة اللي انا عايش فيه. وابتدي ان انا اطاعمه. وعشان نضمن عملية النجاح كويس. لازم اول حالي نتأكد ان الادوات اللي احنا شغالين بها كلها معقمة. انا هنا طبعا هطع التطعيم اللي انا عامه طبعا ده لي بتاع حوالي ترات شور بس عشان خاطركم من قطعته تاني. وهبتدي ان انا اطاعم من اول تاني عشان الناس كلها تستفيد. تمام? تاني نقطة طبعا مهمة برضو عشان نضمن النجاح عملية الطعيم لازم الالم اللي احنا هنجيبه من الشجرة ما ننتظرش عليه. يعني بمجرد ان احنا اول من نقطعه من الشجرة نطاعم عليه على طول او نشتغل به على طول عشان خاطر ما يجفش وما تفشلش العملية من نيني. النقطة المهمة برضو اللي انا لازم نغلف تغليف كويس. بحيث ان الهواء ما يوصلش خالص لقلم التطعيم من الداخل علشان خاضر ضمن عملية النجاح. كده احنا تكلمنا بالتفصيل في كل المشاكل المنجو وطريقة الزراعة وعملية الري وعملية التسميد وعملية النمو بشكل صحيح. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم تكمل موضوع التطعيم. واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة